احتفلت هيئة كوبتيك أورفنز يوم الخميس السادس من فبراير الجاري في فندق تريون في بمصر الجديدة بتخريك دفعة جديدة من مجموعة من القادة الشباب الفائزين بمنحة قادة المستقبل التي تقدمها الهيئة وتهدف إلى بناء قادة من الشباب قادرين على خدمة مجتمعاتهم شارك في الاحتفال نيافة الحبر الجليل الأماموركس موتران شبرى الخيمة وتوباها ونيافة الحبر الجليل الأماموركس موتران المنوفية وتوباها وعدد من الشخصيات العامة نتابع احتفلت هيئة كوبتيك أورفنز مساء يوم الخميس الماضي بأحد فنادق القاهرة بتخريك دفعة جديدة من قادة الشباب الفائزين بمنحة قادة المستقبل التي تقدمها الهيئة بهدف بناء قادة من الشباب قادرين على خدمة مجتمعاتهم وذلك بمشاركة وحضور نيافة الحبر الجليل الأماموركس موتران شبرى الخيمة وتوباها ونيافة الحبر الجليل الأماموركس موتران المنوفية وعدد من الشخصيات العامة الحقيقة أنا وجدت في هيئة كوبتيك أورفنز ثلاث حاجات بيكملوا بعض الحاجة الأولانية الاهتمام بالإنسان فالإنسان هو محور اهتمامهم الباقي بقى وسائل لك الهدف الإنسان الحاجة التانية تكامل الخدمات يعني مش بس تربية أو احتضان لكن تعليم وكمان الناحية الروحية ويحرصوا جدا جدا على الأنشطة activities الخاصة بالفكر فبيطلعوا الشخص شخصية متكملة شبعانة مهما المجتمع أغراهم يكونوا ثابتين على مبادئهم ففعلا يستحق اللقاء أن يتقال عليه الاهتمام بقادة المستقبل كوبتيك أورفنز عن بقي لهيات أنها بتهتم بكل جوانب الإنسان سواء الجانب النفسي جانب الاجتماعي الجانب المادي الجانب الدراسي وده اللي في كل مجال ساب تأثير في الموضوع ده يعني مثلا الجانب النفسي أنا عاوز أركز بس على الجانب النفسي لأن كوبتيك أورفنز بتتميز جدا جدا في الجانب ده بجانب طبعا الجوانب التانية يعني احنا بنحس ان احنا في عيلة احنا في ورانا عيلة وورانا لأ ناس بتسندنا وناس بتدعمنا ناس بتقول لنا برافو لما بنعمل حاجة واو ناس بتقول لنا مش مشكلة كملوا لما بنقع فبجد كوبتيك أورفنز أحلى عيلة أنا كبربارة يعني دخلت هيئة كوبتيك أورفنز من وانا عندي نشر سنة يعني من تسعة سنين في الوقت الدوت أنا لقيت حد مهتم تلت حاجات يعني أكتر حاجات احنا نحتاجينها هنا أصلا في مصر اللي هو التعليم والصحة والتطوع فكرة انه أنا من وانا صغيرة بحضر ورش عمل مع البرنامج وبتعلموني يعني ايه تطوع وازداء ان انا اغير في المكان اللي انا موجودة فيه مش بس ان انا بكون نعيشة وخلاص فدي اثرت فيها انا بعدين ودي اثرت في شخصيتي واحدة واحدة بتدينا نتطور فلما جات منحة قادة المستقبل بتتكلم عن ان هي هتبنينا كقادة مستقبل وان احنا نبقى متطوعين بعد كده وان احنا نعمل مبادرات فدي كان انا شايفة ان احنا بنتعود عليها منو احنا كمان صغيرين من قبل منحة قادة المستقبل اختتم الحفل بتوزيع الدروع بيد دنيافة الحبر الجري للأبا بن يمين للخريجين والمتفوقين جدير بالذكر ان هيئة كوبتيك اورفنز هيئة مسيحية تنموية دولية بتتعاون مع الكنيسة القبطية الارثودقسية تخدم كل المصريين دور هام ومميز ورائع بتقوم به هيئة كوبتيك اورفنز من خلال عدد من البرامج والمنحة المختلفة التي تسعى خلالها من تمكين الاطفال الذين فقدوا العائل ان يحصلوا على اعلى دراجات التعليم والتأهيل وبناء شخصيتهم وزرع روح التطوع لديهم ليكون قادة للمستقبل قادة مفيدين وقادة نافعين مؤهلين قادرين على التغيير الافضل داخل مجتمعاتهم وكنائسهم وبالتأكيد وطنهم كامر يوسف سيتي وي